مبارك أبدا معك بما أنك من أول من وضع نقول هذه العادة في المدرجات وساهم فيها التيفو من فين جانا كيف بدأ عندنا كيف وصل كيف كانت البدايات إطلاق التيفو في المدرجات عندنا والله أول شيء بدأنا التيفو عام 2014 كفكرة نطور مدرج نصراوي بدأت النصراوي أنا بدأت مع النصر يعني فبدأنا نفكي شون طريقة أو أسهل طريقة أن نسوي التيفو والحمد لله بدأنا بشكل مميز ولاقع صداع واسعة وأكثر شيء اللي أنا أشيد به أن الجمهور كان يتقبل فكرة بشكل مميز يعني وحاب الفكرة يعني تذكر أول تيفو صممته؟ أول تيفو صممته نعم كان NFC 1955 الذي كان تأسيس نادي النصر لكن كان نسبة نجاحة يعني ما توقعت ولكن النجاحة كان 70 إلى 80% بعدها صار التقان 100% من المؤمن حاجيك في بعدها لكن قلت أنك أول ما بديت مع نادي النصر وشتغلت مع عندي ثاني؟ لا بالداية أو لا؟ لا بعدين يعني في المراحل الأخرى أنت شتغلت مع عندي ثاني؟ نعم شتغلت مع عندي ثاني طيب خلينا نجي للتيفو بشكل عام إيش تعرف للتيفو كيف تجاهز للتيفو كيف لما تحضر للتيفو؟ ممكن تهد السؤال يعني إيش كالتيفو اليوم؟ كيف تحضر للتيفو؟ كيف الفكرة التصميمية أنت تطلقها؟ ولا ممكن تجيك الفكرة وانت تبدأ تصممها؟ لا الفكرة تكون مع مجلس الجمهور مع مجلس الجمهور بالرئيس وكذا نتفق على فكرة على وضع الفريق المباراة ووقت المباراة برضو مع فريق قوي مع فريق ذا برضو تعتمد برضو على هل هي الفكرة محفزة أو صورة مثل كذا يعني ولكن أول شيء نتبال الأفكار لكي تطلع بفكرة واحدة طبعا الإدارة أو إدارة النادي تقرر يعني هل التيفو مناسب أو لا طيب أنواع التيفو اليوم اللي موجودة النوع واحد أو فيه أنواع للتيفو؟ لا فيه أنواع كيف؟ يعني فيه تيفو ثابت أو يسمونه بشري فيه تيفو العائدي وحيانا فيه اللي هو قبل التيفو يكون فيه أنترو اللي هو البنر اللي يرتفع وفيه تيفو سويناه في النهاي بس هذا يكون لازم يكون لترتيب معين اللي هو تيفو يسمونه تيفو بالإضاءة يعني تيفو منير طيب أنت الآن ذكرت الثابت هذا فقط يعني مثلا المجمور وقت المباراة يرتفع تيفو وهذا المتعرف تقريبا عليه في الآن كنت تيفو الثاني بشري؟ ما هو المقصود فيه؟ يكون تيفو ثابت هم نفسه أو فيه اختلاق بينهم؟ اختلاق بشيء بسيط ما هو؟ يكون تيفو ثابت أن الجمهور كله مثلا لابس بس واحد لا لابس وجالس مهما هذا يكون باقي الصورة موجودة بصناعة الجمهور بلبس الجمهور مشكل هذا نعم طيب اليوم لما تأتي تصمم تيفو ما الأمور التي تأخذها في الاعتبار؟ مساحة المدرج مثلا مكان التيفو في المدرج هذه الأمور تفرق معاك؟ ما الأمور التي تفكر فيها وتهتم فيها؟ أول شيء أول ما أفكر فيه الملعب جمزة الملعب الكبر الملعب هل هو في خلف المرمى أم في الواجهة؟ هذه هي التي تعتمدها للتيفو وصناعتها تفرق معاك الأمور؟ نعم تفرق هذا يعني تفرق حتى في التصميم التيفو وشكلها برد لما تحضر التيفو فكرته اخترت فكرة من يوم ما تعتمد الفكرة إلى ما ينفذ التيفو كم تأخذ الوقت؟ أخذ الوقت طويلة شوية يعني بالأيام يعني يا أخي إذا اتفقنا على فكرة يجينا أشتغالها لنفذ على الملعب ويأخذ وقت سواء قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ في الملعب طيب الوقت أشرح العملية هذه كاملة خلاص اعتمدنا الفكرة هذه يا مبارك نبقى نسويها نجاك المدرج مثلا ويكون مثلا نفرض لو مدرج أول مرة نقول نادي الاتفاق مثلا جوغالون في ملعبهم الجديد في الدمام نعم اليوم ما الذي تطلبوا منهم كيف تتعامل مع الموضوع لا إذا كان ملعب جديد لابد أن أرى الملعب جميع أرى الملعب أرى الأماكن الموجودة في الملعب الأشياء التي أقدر أتفادها عشان يطلع للتيفو بشكل مميز بعدين أبدأ أنفذ الفكرة في الملعب ما الذي سألونه هلا سألونه كتابة هلا سألونها صورة بعدين تبدأ مرحلة هو التصميم التصميم عشان تسموه على شكل الملعب ثم تبدأ هو التنفيذ داخل الملعب طبعا التنفيذ داخل الملعب يأخذ وقت كثير التنفيذ هو مرحلة الطباعة والمرحلة الآخيرة لا مرحلة التنفيذ داخل الملعب كيف تقصل مرحلة وعلى نتürd نذهب إلى التيفو نذهب إلى الملعب لكي نركب التيفو قبل المبارات بالليلة وهو التركيب داخل الملعب لكن أرجع قبل التركيب الآن أنت تقول فيها أشياء تفاداها في الملعب ما الأشياء التي تكون مزعجة لك مثلا في الملعب أثناء تصميم التيفو أكثر شيء تقريبا البوابات أماكن البوابات هي التي تكون عائق على بعد تنفيذ بعض التصاميم نبدأ لكي البوابات تشيل جزء من التيفو و لا يظهر بشكل مميز البوابات بحكم أنها مسافات متباعدة لا تكون جوة داخل التصميم وهي نقاط واضحة تكون داخل تصميم وتخري بشكل التصميم و أنا أعتمد على التصميم إذا لم يخرج بشكل مميز فأبعد عنه لكي يكون التصميم مميز يحكي أن التيفو هذا أنا أحب أن أفعل التيفو يكون مميز ما أحب أن التيفو يكون عادي لأن التيفو هذا لم يكن مميز أو لماذا أفعل تيفو طيب اليوم ما أسهل الملاعب لك في التصميم ما أكثر ملعب أنت تحب تصميم فيه مثلا بحكم أنه لا يوجد بوابات سهل الملاعب معه في التصميم أحسن ملعب بصراحة هذا ملك فهد أجمل ملعب و أيضا يجب التيفو مميز لأبعد درجة طيب أنت اليوم عملت مع النصر عملت مع عندي أخرى ما أجمل تيفو بالنسبة لك أجمل تيفو فيه تيفو بين بس لأنا أكثر واحد اللي هو النصر عز و فخر جميل أنك ذكرت هذا تيفو اليوم أحيانا شاهد التيفو في الغالب اللغة الإنجليزية و أحيانا زي ما ذكرت النصر عز و فخر يعني بالعربي فيه فرق لما تسوي تيفو بالعربي أو الإنجليزي و الأمور بنفس السهولة مثلا لا العربي يكون أصعب ليش لأن العربي دائما الحروف العربية تكون متشابكة الحروف الإنجليزية لا يعني مفصلة لكن العربي فيه ميزة يأخذ شكل رسمة و برضو لأنها لغتنا أكثر شيء حبيت فيه بس أكثر شيء الإنجليزي لأن الإنجليزي يعني الكلمات مختصرة فيه لكن العربي شوي تكون كلمة طويلة و برضو تخاف أنه ما يطلع بشكل مميز طيب جميل اليوم حتى حينما كنت أتكلم في الحلقات السابقة هل التيفو يساهم في زيادة الحضور الجماهير يعني أحيانا نستغرب أنه الجمهور يزعل إذا مباراة كبيرة يقول لك ليش ما سويته تيفو هل صار التيفو عامل مهم في حضور الجمهور نعم التيفو عامل مهم في حضور الجمهور و صارت 2014 و 2015 كيف صارت يعني الجمهور يتحمس أن يحضر عشان التيفو خاصة 2014 كان الجمهور يحرص أن يشوف التيفو قبل ما يحضر المبارات عشان يتحمس و يحضر حتى في العنديات الثانية نلاحظ أن التيفو صار يعني ماركا مسجل أنه يحضر علشان التيفو يعني زي الفعالية قبل المبارات ترجمة نانسي قنقر